موسيقى موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 أخيرا هنقول والله وعملوها الرجالة طلعوا روحنا نفسنا اتقطع والله ما عندي طاقة بس الحمد لله أصل القدر دايما ربنا دايما بيدي المجتهد بيدي المخلص بيدي الناس اللي بتشتغل بروح وبقلب لما بنلعب بقلب ولما بنلعب بروح من حيث لا ندري بيأتينا الفرج دي الحكاية من أول السطر لآخر السطر من أول ما بدأنا المشاركات في كأس الأمم الأفريقية حتى عام 2024 إلعب بقلبك وإلعب بروحك اتعب واكتهد سيناريو درامي النهاردة مرعب مرعب بكل تفاصيله بتهاجم وضاغط وقع وقع في الشوت الأول ويخش فيك هدف صدمة الشوت التاني كالعادة رجل البطولة حتى هذه اللحظة محمود حسن تريزيجيه ينزل ويقلب الدنيا يسجل هدف يصنع هدف يخش فينا هدف تاني بطريقة بيخة في آخر المباراة في اللحظة اللي بيخش فينا الهدف التاني وإحنا مغضوضين وخايفين إحنا كده هندور على مركز تالت وإيطارة هناخدو ولا لا إحنا خرجنا ولا لسه ما خرجناش فيجينا القدر من بعيد وموزنبيك بعد ديئة تسعين بتسجل هدفين في مرمى غانا عشان تتعادل وتخلي غانا نقطتين بس وتخلي منتخم مصر صاعد للدور القادم في المركز الثاني وإحنا بسلاس نقاط فقط سيناريو صعب سيناريو مخيف آه في أخطاء آه في حاجات لازم تتصلح آه في أزمة دفاعية كبيرة في التمركزات مش في الأفراد لازم في توريا يحلها وفي أسرع وقت ممكن بس هي بطولة معفرطة هي بطولة عجيبة غريبة إحنا قابلين على طول غنية الاستوائية كسبانة كودفار على ملعبها 4-0 وغالبا كودفار برا البطولة صاحبة الأرض والجمهور اليوم يومنا النهاردة افرحوا بقى وبطلوا تزعلوا وتكتائبوا وتنكدوا منتخبنا في الدور اللي جاي واللي هيقولك أصلحنا صعبين بتلت نقط بس بتلت عادلات قلوا البرتغال من 8 سنين 2016 واخد كأس الأمم الأوروبية وسط منتخبات عمالك عظيمة وكي يطلع من دور المجموعات بتلت نقط احنا كنا نكسب النهاردة وكان المفهول نكسب غانة وكان المفهول نكسب موزنبيق احنا كنا الأفضل على مستوى الأرقام في التلت مباريات بس أخطاء سازجة على المستوى الدفاعي والتنظيم الدفاعي هو اللي بيخسرنا احنا مش وحشين قوي في منتخبات كبيرة في البطولة أسوأ مننا بكتير كودفار أسوأ مننا تونس أسوأ مننا الجزائر أسوأ مننا أنا بتكلم على المستوى الفني الكاملون سيئة جدا في منتخبات كبيرة أسوأ مننا بكتير في ظروف وملعب ودرجات حرارة وفي حاجات دبعة يتقيل كتير بس آه عندنا أخطاء ولازم نصلح بس عندنا ميزة عبقرية إن من الشوت التاني من مباراة غانة لجعنا تاني منتخب مصر بتاع الروح بتاع القلب ألف مليون مبروك افرحوا النهاردة وانبستوا ما تدوروش على الحاجات اللي تنكد عليكم ما تفرجوش على الناس اللي هتنكد عليكم ما تسمعوش للناس اللي عايزة دايما دايما نبقى مكتقبين وزعلنين احنا النهاردة عملنا العادي حتى لو بشكل مش عادي العادي إن احنا نبقى في الدور القادم في كاسة الروم الأفريقية في دور الستتاشر آه بشكل مش عادي بسعوبات غريبة بس صعبنا الحمد لله ألف مليون مبروك امبستوا وافرحوا موسيقى 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 ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكافة ده انا مصرحة ببتي ده انا مصرحة ببتي فكافة وكل الدنيا فكافة عملوها والله وعملوها الرجالة رجالة 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 صدنا كان واحد قلبنا جامل به اي استاذ رحنا جد حلوة تشجعنا قوة خدنا معنا الاترحات صدنا كان واحد قلبنا جامل به اي استاذ رحنا جد حلوة ما ينفق كل مكان تعنيهم عالم واحد نسيوا الالوان والله نستحق والله والله العظيم وحيات ربنا نستحق الفرحة دي والواحد كان عايش في كابوس مرعب هو صحيح منتخم مصر ممكن يخرج من دور المجموعات في كاس الأمم مرعب كابوس مرعب حاجة تخض حاجة دايق بعدين نهاردة الدنيا كانت زبطة سنة سنة عم فيتوريا افهم بقى وعيش معانا الأجواء اعرف بطولة كاس الأمم الأفريكية بتتلاقب ازاي اعرف ان فيه مفيش منتخب سهل في كاس الأمم اعرف ان انت محتاج اللعيبة اللي بتادي مجهود كبير جدا في الملعب نهاردة مرعب أنا أعطيه واحد من أفضل لعيب المباراة امام عشور خطير امام عشور انا تقول للمباراة عمال اقول ما شاء الله ربنا يا حميك ما شاء الله لا استنوا على السورة دي شوية عشان هاجلها امام عشور ما شاء الله ربنا يا حميك يا ابني ايه الروح دي ايه اللياقة دي الراجل بيشوت كورة قدام الجول فجأة بل ايه بي راح عند منطقة جزاء نحن بيدافع ايه الطاقة دي حجازي النهاردة حتى لو بعض الناس حملوا المسؤولية للهدف الاول وان كان الهدف الاول انا براقي اتحملوا مثلا اربعة خمسة ستة من لعيبة منتقى مصر وده اللي هرجعلك فيه لما احنتكلم فيه تقول اليوم لو علاقة بالتنظيم الدفاعي فيه مشكلة كبيرة عشان كده على مستوى الافراد كلهم طلعين شكلهم ماش حجازي وعبد المنعم محمد اهاني النهاردة مباراة كبيرة وعظيمة مرموش كالعادة مميز مستوى فتح الحبة للعيبة من كويس زيزو كان كويس كل عيبة منتقى من مصر النهاردة بس تحديدا بترزيجيه بترزيجيه جماعة ايه الروح دي يا جدع ايه الطاقة دي يا جدع ايه الخبرات والامكانيات دي ازاي بيتحرك بكل الطاقة دي نزل هبا جول يجي في اخي المباراة في وقت صعب جدا احنا النهاردة يا جماعة تقريبا كان عندنا 24-25 محاولة هجيب لك الاركام بعد شوية احنا حاولنا كتير وتحس الكورم عندنا مصطفى محمد اخيرا اخيرا بقى عندنا مهاجم هتقولي بقى مصطفى محمد بقى له فترة بيالعب مع منتقى خماص بس لا النسخة دي من مصطفى محمد هي النسخة الحقيقية لمهاجم لمنتخم مصر مهاجم اه على فكرة النهاردة ما كانش موفق في كم كورة بس الكورة الاخيرة اللي جادة لمصطفى محمد دي بصراحة يعني والله كلهم فوق راسي كل لعيبة منتخم مصر ولعيبة اللي برا منتخم مصر فوق راسي بس ما عندناش مهاجم مصر بيعمل الحاجات دي فاخيرا بقى عندنا مهاجم اخيرا هاتلي بقى الصورة بارح كنت بقول لحضراتكم وانا بتكلم عن محمد صلاح طبعا انا رواحت البيت لقيت تعليقات بالجملة انت بش عارف ايه وبرضو بطب اللي مين انا مش عارف بس تمام مصطفى محمد نجم منتخبنا وهو يحتفل بهدفه في منتخب كافردي يرفع تشيرت لمحمد صلاح يشكر محمد صلاح هل بقى محمد صلاح ده لو لعب بيتهرب لو لعب بيتغازل لو لعب عايز يسافر عشان يسيم منتخبنا في سعوبات تمام لعيبة منتخب مصر هتقدره سيبك بقى مئة انا بطبل واللي جنبي بيطبل واللي جنبي بيجامل وده بينافق زميله لو هو باعهم وخنهم كان هعملوا معا كده طب ما تعقلوها بقى مرة بلاش فكرة التصميم على رأي ده اللي هو ايه لا لا محمد صلاح وحش 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 يامني ما هو الراجل اهو الراجل اهو بيحبه لعبة منتخب مصر ده اللي كنت بقولك امبارح لما تسأل اي لاعب في منتخب مصر محمد صلاح بيمثل لك ايه في المنتخب هيقولك التالي بيمثل لنا الاخلاص في اللعب بيمثل لنا الالتزام بيمثل لنا الاندباط بيمثل لنا الاحترام والتواضع اسأل اي لاعب في منتخب مصر ما تسألنيش انا واقف هو الراجل لو معنا السعر بتاعت صراحة شباب قاعد في المدرجات فعالات وزعل وفرح ايه عقل ده ايه عقل ده يخليك تتصور ان محمد صلاح ممكن يسيب منتخب مصر في ظروف صعبة الا لو مضطر فرحوا بقى شوية ويسيبكم من الناس اللي هي عايزة تنغص علينا حياتنا تعال يا الله تعال نتكلم على صلاح عامل مشكلة وما فيش وطنية وما فيش انتماء لا وطني وعنده انتماء وكل عبيت منتخب مصر بيعشاؤوا بلدهم وبيعشاؤوا تشيرت بلدهم ايه بعد ايه خلاصت مبارح بعد ايه خلاصت الهوى يا جماعة عدينا المرحلة اللي هي بتاعت كلنا بقي بقيناك بارع وبقينا نفهم يعني ايه تريندات وبقي ايه تركب التريند ازاي عدينا المرحلة دي خلي عندكم خلي عندكم يعني رأي خلي عندك رأي حتى لو الناس راحت لحتة عشان فيه ناس تانية بتوجيههم خلي انت عندك رأي قول اللي منيق عليه ضميرك تقولش كلام اللي هو بس ايه عشان يلا صلاح وحش نفرح تاني نفرح تاني نفرح تاني بإذن الله ربنا يا رب يكرمنا يا رب يكرمنا يا رب ونوصل لنصف النهائي والفاينال ويرجع صلاح تاني ويبقى قاعد لمنتخامنا في المباراتين يا رب ويجيب لنا هو الكاس ويشيل الكاس مع زمايله هوق مش هو الواحده وراجل نفسه هوق دايما يقولك احنا فريق اه حلو بالمناسبة يجي حد يقولك ايه شفت احنا شاكين شاكينين عامل ايزاي النهاردة من غير محمد صلاح comme her يا جماعة عيب يا جماعة عيب بمحمد صلاح احنا كويسين من غير محمد صلاح احنا كويسين بمحمد صلاح بن العمتشاط وحشة بمحمد صلاح بن العمتشاط كويسة بلاش الجمل اللي هي اه بنبيع بيها دي عيب دي كورة قدم دي 11 لاعب ده فريق لسه بنتكلم عليها بواحد هو اللي بيكسبنا او هو اللي بيخسرنا احنا اصلا بنقول كده يعني لو ده ده تفكيرنا المحمد صلاح احنا كسرنا النهاردة عشان محمد صلاح موجود احنا كسرنا النهاردة عشان محمد صلاح مش موجود احنا كسرنا النهاردة عشان محمد صلاح مش موجود او العكس عيب طيب الحمد لله احنا عندها العيبة رجالة عندها روح عندنا مشاكل فنية جمة في خط الدفاع واضحة وكبيرة ارجوك يا روي فيتوريا حلها مشكلة في التنظيم يعني انت هتلاحظ ان اي كرة بتوصل علينا سواء قدام موزنبيك او قدام غانا او قدام كابير دي النهاردة في لخمة بنضرب لخمة ورا ليه ده تنظيم دفاعي مين لما الكرة تيجي من الجنب هنقف ازاي وهنترسس ازاي دي كلها حاجات بتحصل في المران مين بيقفل هنا ومين بيقفل هنا ومين بيقفل هنا ده كله بيحصل في المران احنا عندنا مشكلة فيه واضحة هجوميا لا عندنا محاولات كثيرة ومتنوعة واعجبني جدا اللي احنا بنغير من الشكل الهجومي التكتيكي في الملعب حسب سير المباراة يعني ايه اربعة تلات تلات شوية اربعة اربعة اتنين شوية وعندنا العناصر اللي تعرف تفت في كل الطرق دي بس احنا عندنا مشكلة دفاعية بعدين زمان لما كان بيبع عندنا مشكلة دفاعية قدام منتخبات زي كافير دي زي موزنبيك زي غينيا الاستوية زي غينيا عادية غينيا بساو كان الامور بتعدي عشان لما بيروحوا ما بيعفوش يخلصوا دلوقتي المنتخبات كلها حلوة حرفيا يعني كل المنتخبات بتلعب كورة كل المنتخبات عندها مواجمين وكل المنتخبات بتاعه بتسجل وكل المنتخبات هادية ده النهار ده كافير دي دفاعيا دايما كانت اكبر صغرة عند كل منتخبات افري averagingة الدفاع على مستوى الافراد وعلى المستوى الجميع اللي اتنين لا بيدفعوا ده فريق اوروبي ده منتخب اوروبي ده ده وعي وعي في الهجوم هاديين جدا وعارفين بيتحركوا ازاي ويحركوا الكرة ازاي خد بالك ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة القادمة في دور الستاشر ومحتاجين بس شوية هدوء عشان نعرف نلعب لعبنا خد بالك هو الأزمة سواء في مباراة مباراة موزنبيك دي كانت سيئة بكل المقاييس فتوترنا في مباراة غانا مش عارفين نلعب بهدوء تعادلنا قدام غانا جينا قدام كابيردي متوطرين جدا بنوصل كتير بس متوطرين جدا بحتاجين شوية هدوء عشان نعرف نلعب نهاردة روي فيتوريا بعد الهدف الاول لكابيردي اول ما تقول دخل قاد عالدكة يعني اعملي تاني واصلين كتير اصلي اول قبل الجول بس في قلة تركيز بس دايما السعوبات دي كده في الاخر بتولد لنا حاجة حلوة ان شاء الله انا حاس ان ربنا شايل لنا حاجة وبعدين تحس السيناريو يعني ايه ماتش موزنبيك جول في ديئة 97 اخر جول جمناه ماتش غانا برضو متأخر في ديئة 74 ماتش النهاردة جول اخير لجمناه الجول التاني في ديئة 93 في نفس التوقيت موزنبيك يجيبوا جولين قدام غانا عشان نبقى احنا سعادين مركز تاني بدون من نظر بقى لكسة حسن توالد متيسرة متسهلة يلا بقى يلا شوية روح وحماس وحب ان شاء الله ربنا يكرمنا طيب احنا ان شاء الله بإذن الله بما اننا بقنا في المركز الثاني فهنلعب مع الثاني مع الثاني في المجموعة السادسة يوم الاحد القادم في العشرة مساء بتوقيت الكاهرة طيب المجموعة السادسة دي فيها مين فيها المغرب وفيها زنبيا وفيها الكونغو الديمقراطية وفيها تنزانيا طيب مبدئيا كده ان شاء الله يعني هنلعب مع زنبيا يا مع الكونغو الديمقراطية ده على الورق عشان لسه اما فضل لهم الجولة الاخيرة وممكن تتشقلب زي عادة المباريات في كاس النوم الأفريقية هذا العام بس نظريا المغرب هتبقى أول وهناخد يا اما زنبيا في المركز الثاني او الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني هتقول لنفسك في مين هقول لك يا رب زنبيا عشان الكونغو برضو منتخب تييل وحلو واظهر قدرات كبيرة في هذه البطولة بس في كل الأحوال لتنين على قد ايدينا مبدئيا يعني ناخدها خطوة خطوة كده على قد ايدينا ايه يعني مش من منتخبات الصف الأول بس بيقدموا برداد كويس بس مش من منتخبات الصف الأول طيب دور التمانية نشوف بقى ساعتها هيحصل فيه ايه دور التمانية هنشوف هيحصل فيه ايه هنلاعب الفائز من لو ان شاء الله قسمنا زنبيا او الكونغو بإذن الله يعني هنلاعب في دور التمانية مع الفائز من غنية الاستوائية واحد أفضل السوالس هنلعب مع غنية الاستوائية واحد أفضل يعني غنية الاستوائية هتلعب مع أحد أفضل السوالس في المجموعات اللي هيكسب فيهم هنلاعبوا يعني بص الترتيبة ممكن تلعب مع زنبيا او الكونغو في دور الستاشر وتلعب مع غنية غنية بيساو مثلا في دور التمانية شكلها حلو نظرية عفوا غنية الاستوائية مش غنية بيساو غنية الاستوائية شكلها حلو تلعب مع ده ثم ده لو تكونه مثلا بقى تلعب مع غنية الاستوية نظرين حلوة بس اللي اتنين دول قلت أسمعهم دول جامدين جدا في البطولة يعني غنية الاستوية دي كذبها لسه وبقول لك قد يفوره 4-0 على ملعبها ما فيهاش هزار ما فيهاش هزار والله يا حلوين والله اليوم حلو لو أحد خد نفسه وينعمل لو أحد يدوبك خلص المباراة ودخل على الهواء على طول بس أنا باتكلم مع حضراتكم هديت توطر وعصبية ونرفزة وطنطيت وعملوا تروح وتيجي الصعوبات دي ان شاء الله مش هنحسها بإذن الله من دور الـ 16 شكلها وإيه يخوف يخوف والله نطلع من دور الـ 16 يا نهارا بيض الحمد لله الحمد لله ووزعوا شرباتها جماعة اعملوا خير الحمد لله ربنا كرمنا النهار نهار ده في كاس الوام الأفريقية أيضا في الجولة الثالثة منتخب الناجيري فاز على غينيا بيساو وحصل على المركز الثاني في مجموعته بعد منتخب غينيا الاستوائية لتصدر المجموعة بعد الفوز على منتخب كودفار زي ما قلت لحضراتكم بربعية نظيفة خلاص دي خلصت خلاص يا شباب هنقف على دي كتير صح تعافوا التوفيق عامل ازاي نهار ده كودفار راحت على غينيا الاستوائية بحوالي مثلا 22 كورة على المرمى تمام لما كانت النتيجة 3-0 حتى الاحصائي دي طلعت كان كودفار عاملة 18 محاولة على مرمى غينيا الاستوائية وغينيا الاستوائية كانت عاملة 3 محاولات على مرمى كودفار 3-3 جوال وال18 تانيين منهم ولا واحدة جوال فهي كورة اهمة بتعندك اوي اهمة بتسهلها لك اوي الحمد لله من جانبنا سهلتها لنا لكن من جانب كودفار طبعا موقفهم بقى صعب جدا جدا في السعود للدور القادم عندهم 3 نقاط لسه يشوفوا بقى بقى المجموعات عشان يشوفوا احسن تولد دي حكاية اليوم النهاردة بالنسبة لي المباريات اللي تلعبت النهاردة كمان النهاردة رامي عباس وكيل او مدير اعمال محمد صلاح قال ان اصابة محمد صلاح كانت اكثر خطورة مما كنا نعتقد في بدايتها وهيغيب لمدة 21 يوم الى 28 يوم وليس مباراتين فقط افضل فرصة للمشاركة في كاسي الامر الافريقية الحالية هي الخضوع لعملية التأهيل بشكل مكسف في انجلترا والعودة للمنتخب مجددا بعد كده منذ لحظات اصدر نيفربول بيان رسمي لسه حالا نازل دلوقتي بيقول فيه التالي سيعود محمد صلاح الى مركز تدريبات ليفربول يوم الاربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكسف مع الجهاز الطبي ليفربول بشأن الاصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الاسبوع الماضي الاصابة كانت اسوأ مما كان يخشى في البداية وهي التي اجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوت الاول من مباراة كاسي الامر الافريقية امام غانا وتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد المصري لكورة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول وهيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته الى ليفربول بهدف العودة الى الملاعب في اقرب وقت ممكن للنادي وللمنتخب مما يمنحه افضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الامر الافريقية حيث تأهلت مصر للدور القادم في مرحلة خروج المغلوب بالتعادل اثنين اثنين مع رأس الاخدر الليلة بالمناسبة حاجتين مهمين جدا حاجتين مهمين جدا اول حاجة اول حاجة بيان النهاردة اللي طلع من نادي ليفربول ده اللي كان اتفاق مع الاتحاد المصري للكورة القادم وده اللي انا قلت لحضراتكم مبارح اللي هو ايه ليفربول والاتحاد الكورة كانوا ماتفقين انه البيان هيطلع بعد مباراة كاف فيردي واللي عمل الازمة مبارح هي تصريحات يورجان كلوب في المؤتمر الصحفي اللي قال فيها الحكاية قبل ما تطلع او قبل ما يطلع البيان من جانب ليفربول ومن جانب اتحاد الكورة المصري وده اللي خلى اتحاد الكورة المصري يعني يعجل من صدور البيان مبارح والتحاد الكورة رغم انه الاسهل دلوقتي ما انتا كانين بتدفع لمحمد صلاح تم تروح تهاجم بقى الاتحاد الكورة ما هو برضو التحاد الكورة كان عامل اتفاق مع نادي ليفربول ووضح ان نيورجن كلوب هو اللي اخلي بيه وليفربول التزم بيه واتحاد الكورة كان وجهة نظره ان احنا مش عايزين نعمل بلبلة قبل مباراة كابفردي وده كلام منطقة ومحترم ما كنتش هتمنى ابدا ان امباراة تحصل البلبلة دي كلها كان حلو ان اجلها بعد مباراة كابفردي بس اللي حصل فالموضوع ابسط مما راح للسجاك غريبة جدا راجل اصابته مش هينة الاصابة العضلية اللي عند محمد صلاح مش هينة وقلت لكم امبارح انه اعتر طقي لفكرة انه ممكن يبقى عنده مزق من الدرجة الاولى هتقول لي تم يتعالج هناك في كودي بار لو تعالج محمد صلاح في كودي بار مية في المية مش هينة لعب ولا مباراة في كاس الوامر الافريقية تاني وده اللي انا سألت به جهاز طبيب والتحد والناس في المنتخب في كودي بار ليه لا الاشعاة ولا الاجهزة ولا الامكانيات تستطيع تأهيل محمد صلاح سريعة للمشاركة في اي مباراة في كاس الوامر الافريقية يعني لو صلاح قاعد في كودفور فمؤكد مش يلعب ولا مباراة لو صلاح سافر ليفربول ففي احتمالية انه ممكن يلعب اخر مباراة لو قدر لمنتخبنا انه يشارك في السيمي فاينال وفاينال هذه البطولة ان شاء الله ايهما افضل بالنسبة لك بزكاء وبهدوء ان محمد صلاح يقعد مع المنتخب عشان يدي دعم معنوي ولا ان محمد صلاح يرجع للمنتخب يشارك في المباريات معنويا وفنيا وبساطة شديدة بدون بقى ما نقعد نروح يمين وشمال ونقعد نلف حوالي نفسنا تاني هل يكفيك ان محمد صلاح يعطي لمنتخب مصر معنويا فقط انه يقعد معاهم بس عشان لايه يقعد شجع لايه يالله رجالة عايزين ننزل نكسب انا كابتن المنتخب يالله مويتو نفسكو ولا يسافر ليفربول يتعالج بسرعة باجهزة وامكانيات حديثة عشان يلحقنا لو قدر لنا الله ان احنا نلعب نصف نهائي وفاينال ويبقى موجود معانا واحد ييجي يقولك موعة كريم ما احنا ممكن نلعب من غير محمد صلاح عادي طبعا طبعا بس اقول لي كده لما تجي تلعب مع السنغال في نصف النهائي بكتيبة النجوم دي يالله مش تحتاج محمد صلاح بايمانا يعني ولو انت مش فاهم انه محمد صلاح يبقى مهم في حاجة زي كده يبقى الترتيبة الفنية عندك في الملعب فيها مشكلة طيب لما نلعب مع الفاينال ان شاء الله نلعب مع المنتخب المغريبي بإذن الله يعني ربنا يكرمنا ويكرمهم مش تلعب محتاج محمد صلاح معلش يعني لو هتلعب في اي مباراة اصل هتلعب محتاج محمد صلاح الصغيرة بقى كبيرة منتخب صغير منتخب كبير فقال لك ما يسيبش المنتخب وهو كابتن هو قائد ازاي يسيب المنتخب اه يعني مش قائد منتخب مصر عايزينه بصورته بحيقته ولا عايزينه شارك في المباريات برضو الواحد بيتطرق اسفا بقى انا كمي يوم كده بنتكلم في اللواء ايه في اللا منطق ونحول بنحول لمنطقه ازاي يعني بنا يكرمنا ان شاء الله بإذن الله ربنا يعافي صلاح ويشفيه في أسرع وقت ممكن بإذن الله يلحقنا في البطولة عشان يلحقنا في البطولة في 26 راجل في منتخبنا بإذن الله يوصلون لحد المباراة النهائية ويجي محمد صلاح يساعدهم ان هم ياخدوا البطولة مش هم اللي هيساعدوا محمد صلاح صلاح يساعدهم هم ياخدوا البطولة يساعد معاهم تاني ده مش منتخب محمد صلاح زي ما هو قال ده مش منتخب محمد صلاح ده منتخب مصر كل اللي في رجالة وكل واحد احنا محتاجينه الشناوي بالمناسبة خرج النهاردة المباراة ووضح انه فيه مشكلة في دراعه وربما نخسر محمد الشناوي كمان ما يتبكى في البطولة فالأمور والصعوبات كتيرة الباقي رجالة أبو جبل راجل والباقيين رجالة كلهم رجالة ان شاء الله يشيلوا بس دي العناصر الأسائل منتخبنا أما لا توقع واحد وراء الثاني فربنا يسرع علينا ان شاء الله يعني خير يعني يجي حد يقولك إيه يا ما أنا أنا ما بتجننيش غير الجملة اللي هيدي يقولك إيه ده بيطب اللي محمد صلاح ده بيطب اللي منتخب مصر يا حبيبي يا فندم محمد صلاح ده لا يا منتخب مصر يا فندم منتخب مصر ده بتاعنا كلنا أنا مش بجامل النادي الأهلي مش بجامل نادي الزمالك مش بجامل نادي بيراميدز احنا بنتكلم كويس وبندعم ونساند منتخب بلدنا بلدنا منتخب مصر لما بندعم ونساند محمد صلاح بجانب كل ما قدمه لكرة القدم المصرية ورياضة المصرية واسم مصر بشكل عام دي فعلا ده ان هو واحد من لعيب منتخب مصر في طبيعي نسانده وندعمه أيضا حاجات غريبة الله بتبقاش ليها تفسير بس تمام وبعدين بالمناسبة يعني محمد صلاح نفسه قال ان هو ما بيسمعش يعني ما بيسمعش الإشادات ولا بيسمع الانتقادات يعني الخناق بيننا وبين بعضين ما فهم انت؟ يعني اللي بيدفع محمد صلاح واللي بيهاجب محمد صلاح احنا شغلين مع بعض هم روش دعوة هم شيفري معا وطبعا بقى ايه في الأخبار اللي هي من نوعية ايه تعال نجود بقى محمد صلاح يا عايزي اعتزل دوري جبتها منين يا باش مين لقى الهالك اصلا دي مش شخصية محمد صلاح بالمناسبة يعني انا ظن محمد صلاح لحد ما يعتزل نهاية مش هيعتزل دولة دي مش شخصيته يعني مش شخصية الهروب ده والزعلة والأمس والكلام ده فجبتها منين مصدر حضرتك هل كلمت محمد صلاح فقال لك انا بص انا والله الوضع مش عاجبني فانا هنأو اعتزل دولة خالص شوف انا بقى شوف بقى اكدها لك مليار في المية انا محبش هرائل على خبر يعني دايما ايه دايما بقول ايه اسين مساحة لعلة وعس بس انا بقول لك مليار في المية صراح مش هيعتزل دولة دي الحكاية دي الحكاية من الاول للاخر واحد من نجوم منتخبنا النهاردة اه حمد فتح ايه مش النهاردة بس يعني ايه نعم خرج الشوية تاني بس خلاص الراجل استنزف تلت مبارات هجماعة الوضع هناك في كود ديفوار في منتهى الصعوبة كل مسأل حد يقول لي احنا في ساونا ساونا حرارة وارتوبة ونفس وموضوع صعب صعب جدا على كل المنتخبات مش منتخب مصر برضو زي محمد صلاح قال قال لك على كل مش علينا احنا لوحدنا بالصعبة يعني حمد فتح عمل مجهود كبير في المنبرتين اللي فات والنهاردة عمل مجهود في الشوية الاول وخرج مع بداية الشوية التانية طبيعي يعني ومنطقي طيب معايا دلوقتي خسيء مورسيا مدرب فريق الوكرة القطري مدرب حمد فتحي يقول لنا كمان تعليه على اداء حمد فتحي مع منتخب مصر وتعليه على البطولة بشكل عام كأس الامم الافريقية يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا لكم وانا ممتن كثيرا ان اكون معكم اليوم مع التلفزيون المصري مساء الخير على الجميع حمد فتحي واحد من جم فريقك يقدم مباريات كبيرة حتى الان مع منتخب مصر رأيك فيما يقدم حمد فتحي تاع حديدا مع المنتخب ورأيك فيما يقدم منتخب مصر بشكل عام حسنا انا كنت اشاهد الثلاث مباريات حتى الان وخصوصا اخر مباراة التي انتهت منذ قليل قدمتم اداءا كبيرا وخصوصا حمد فتحي في الشوط الاول لعبة لمدة 45 دقيقة فقط ورأيي شخصي بخصوص حمد فتحي هو اعتقد انه لاعب جيد هو لاعب مناسب جدا لمركازي واعتقد انه مفيد لنا في نادي الوكرة قد اظهر قد اظهر صورة واداء جيد جدا لانه لاعب يتسم بالالتزام في الملعب وخصوصا حينما اتى للكرة القدم القطرية هو وكرة القدم القطرية الان كرة سريعة فبالتالي انا شاهد 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 المزيد من الدقائق لحمد فتحي في بطولة اوم افريقيا وبشكل عام مع المنتخب اعتقد ان حمدي لعب محترف وايضا شخصية احترافية استطاع ان يطور الاداء بشكل جيد في تشكيل المنتخب ورأيي شخصي هو ان ان حمد فتحي هو خط وسط عصري هو هو يعطيك الخيارات العديد من الخيارات في الملعب لديه جودة جيدة جدا هو جيد جدا من الناحية البدنية ومعنا وخصوصا معنا في الواقرة وايضا هو مسدد جيد من خارج المنطقة وايضا حتى الان نحن سعداء بوجوده معنا وان شاء الله في المباريات القادمة مع المنتخب نتمنى انه يظهر يظهر ماراته الحقيقية بجوار لاعب المنتخب المصري وايضا مع الواقرة بعد ذلك بشكل عام شايف اداء منتخب مصري ازاي في هذه البطولة دفاعيا وهجوميا في رأيي ان منتخب منتخب مصر هو منتخب محترم انا انا شاهدت المنتخب في المباريات الاخيرة ولكن لم اكن اعرف الاسلوب الخاص او المجموعة الخاصة بالمنتخب من قبل ولكن مع كامل احترامي انا اردت فقط ان اشاهدهم وشاهدهم من قبل لان روي فيتوريا هو هو مدير فاني رائع لديه مسيرة ذاتية كبيرة رجل ضرب في العديد من الاندياة خصوصا بمفيكا او الاتحاد وحتى الان يدرب منتخب مصر فبالتالي فبالتالي تحية كبيرة لشخصية لرويف فيتوريا على ما يقدمه مع مصر الان ولكن انطباعاتي هي وما اثار اعجابي في رأي شخصي وهذا منتخب مصر ولكني انتظر المزيد من مصر في كأس امم الافريقية في المراحل القادمة فمصر تعتبر المتواجع على عرش القارة هي كالملك على قارة افريقيا ولكن حتى الان لم تتطور طريقة لعب منتخب مصر ان شاء الله في المباراة القادمة اتمنى ان تظهر ان يظهر المنتخب المصري شخصياته الحقيقية ولكن كما قلت حتى الان الشوت الثاني في المباراة مباراة الليلة كانت اظهرتم قليلا مما لديكم لمشجعيكم اظهرتم الروح واللعب الحماسي والكثير من الحركة في الملعب وتزديدات وكل ما نريد وان نراه في المباراة القادمة من جانب اخر هل بالفعل طلبت احمد عبدالقادر لاعب النادي لاعب طلبت ضم اللاعب بحسب تأرير صحفية مصرية النادي الوقرة كان مهتما باحمد عبدالقادر لاعب النادي هم ذكروا فقط رأيي فيه انا قلت انه لعب جيد لا استطيع ان اقول اي معلومة محددة بخصوص هذا الامر ولكن فقط تحليل اللاعب في رأيي الشخصي انا لا اعرفه شخصيا ولكن ولكن فكرة فكرة ان اللاعب ان اللاعب حتى الان لم ينضم المنتخب انا افضل ان اراه كثيرا فيما بعد وحتى الان لا نستطيع ان نجزم لا نستطيع ان نجزم ماذا سيحدث ولكن اتمنى واتمنى التوفيق للمنتخب المصري في المباراة القادمة انا بشكرك شكرا جزيلا خسي مرسيا المدير الفني لفريق الوقرة القطري عبر زوم للتعليق على اداء حمد فتح وايضا على اداء منتخبنا الوطني في كأس الامر الافريقية وقال كمان ان احمد عبدالقادر عرض عليه من جانب ادارة النادي وقال ان هو لاعب جيد بس مداش اكثر من كده تفاصيل طيب هلستم كمانين مع حضراتكم اليوم حلو بالنسبة لمنتخبنا نفرح لمنتخبنا نقول برضو الاخطاء اللي في منتخبنا فنيا ونقول كمان المميزات نفرح بمنتخبنا على الاخر النهاردة يوم فرح وبالتأكيد يوم كشف الاخطاء لعله وعسى تتصلح في الايام اللي جاية ونسعد لنهائي البطولة ونكسب البطولة ليه لا شرفني ونوارني الحديث عن هذا الامر الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى مدرب منتخبنا الوطني الاصبك وايضا المدير الفني الحالي لفريق البنك الاهلي خليكم معنا مش عايزة عابل الكابتن طارق مصطفى النهاردة وإحنا زعلانين والله الحمد لله ربنا كرم من وسع أكيد الكابتن طارق هيبع عنده كثير من الملحوظات الفنية بس أحلى حاجة وإنت بتقول الملحوظات الفنية بتقولها وإنت مبسوط وإنت في موقف نجاح أو موقف مريح مش موقف صعب فالنهاردة هنقول الأخطاء وهنقول الحياة المميزة برضو مع الكابتن طارق مصطفى كابتن كبير كابتن طارق مصطفى هيقول لنا كل اللي شايفه في نفس الوقت نفرح معا النهاردة ده الأهم يعني كابتن طارق منور الدنيا حبيبا كريم أنت اللي منور دايما الشاشة أخبرك إيه الحمد لله كل حل كنت علقان أنا خاف اللي بتسامى دي النهاردة مش هنعرفنا تقسم النهار لا فرحان مش بصرف النظر بصفرحان بالأداء بالروح الروح والأداء وهي دي المنتخب مصر بساعة ما كنا بنلعب وقابلها اللي عودنا عليها منتخب مصر صح النهاردة بصراحة في روح غير عادية عند كل اللعيبة آه في مشاكل كتير في خط الظهر وإحراس المرمى ولكن بصراحة كل كان على قلبي راجل واحد كنت شوفها في الدكة شوفها في المدرجات مع صلاحه مع معظم اللعبين اللي برا لعيبة في الملعب قتلت بصراحة واشتغلت بشكل كبير جدا في أخطاء آه حصلت ولكن أنا بشوف أن المباراة النهاردة إجابيتها أن الفترة اللي جاية المنتخب إن شاء الله في تقدم لأن ده اللي عاوننا علي منتخب مصر عارف حضرتك الشوت التاني من مطش غانا عليك نور عسسني أن احنا حدخلنا البطولة في الشوت التاني عليك نور صح كده هي دي البداية آه بتاعة منتخب مصر اللي نعرفه عن منتخب مصر صح صراح صح آه ممكن يكون الشوت التاني كان ليه دور كبير جدا عند اللعيبة ولكن النهاردة بصراحة مستر فيتوريا كمان كان ليه دور أيها بتدخلاته الفنية بصراحة طب قولي بقى شوت النهاردة المباراة زي فنية يعني إحنا إحنا قبل ما يخش فينا الجول الجول كان صدمة علينا اللي بتاعة شوت الأول ده شاكنا ماشيين كويس آه بزبط يجي معادينا محاولات وبتفج أخدنا الجول ده وتتخضينا كل ده بزبط خلي بالك يعني من الحاجات السلبية المنتخب إن أنت في ثلاث مباراة تخش فيك ست جوان صح كتير أوي ودي كتير جدا على منتخب مصر صح مع احترام تلا فرقة اللي إحنا لعبناهم ما بتلعبش مثلا الفرقة الكبيرة تبشي سنجير بأبشي المغرب ولا المغرب ولا الجزائر ولا تورس برضو كل الفرقة دي كلها ولا حتى نيجيريا فكل الفرقة دي إنه يخش فيك ست جوان في ثلاث مباراة وإنا كنت الحلقة اللي كنت معاك وقتلك أنا أشك إن الشناوي مصاب أشك لإن تحركات الشناوي وخروج الشناوي من مرمى والتزداد بتاع الشناوي تحركاته في المرمى مش هو الشناوي أيوة من أقل البطولات أو أقل المطشاط اللي لعب على الشناوي الشناوي لا خلاف عليه رقم واحد في مصر لا خلاف عليه ولكن هو جاهز وهو جاهز قد تطر كمان خط الظهر اللي أنا شوف إن محمد عبد المنعم اللي عدنا نشيد به في شكل بير جدا مش هو في البطولة دي محمد عبد المنعم فيما تيجي تمسك اللعبة كأفراد اللعبة اللي إنت كنت بتعتمد علىها بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي أو في خط الظهر أو منتخب مصر كان هو أساس وقوة ومدين قوة كبيرة جدا جدا ما هو أنا بقى هسألك سؤال فني أوي وإنت بلح تشرحها لأشان النهار ده أفرج على المبارا كنت بسرخ أنا حاسس إن كل كرة بتروح حالينا في بعطرة كده ده الوصف المناسب في بعطرة بتحصل في الدفاع مفيش تمركزات صحيحة كله مخدود مفيش ناس وقفة عارفة أنا المربع بتاعي ده أنا معلش بزود المربع بتاعي بحس فيه تواهان ببتاقي تحس إنه الأزمة مش أزمة أفراد إحنا يا جماعة كل حاجة إحنا مخدود كل واحد إن أحجازي النهار ده وعايز يقفل على واحد برجل يمين رايح بالشمال برضه وبيحاول يتوقع مفيش وفي لغبطة هقولك اللغبطة مني من مباراة مصنبك اللي غير متوقع وإن التعادل وإن تتعادل في آخر دي أو التعادل بضرب الجزاء وده غير المتوقع خلي بالك أهم حاجة في المدرب أو في لعب الكرة الثقة مهما كان هو مين صلاح قاعد فوق مخدود محمد صلاح قاعد على أعصابه قاعد عمال يفكر في سينيريوهات غير اللي إحنا كلنا عمالين يفكر فيه وبيفكر إيه اللي هيحصل لو المنتخب اتغلب صحيح إيه اللي هيحصل هو برضه نقطة أنا أشوف برضه في عدم السكة أشوف برضه بصراحة في جزء لازم الناس تبقى واخد بالها منه وهي بتيجي تتكلم وانا لوم صلاح فيه ولوم اتحاد الكرة فيه ولوم مسترفيتوريا فيه والجهزة تتب فيه ماينفعش انت هتلعب النهار ده المبارأ وماينفعش اللي تقالي مبارح في المؤتمر الصحفي أو كلوب اللي قالوا إن التوقيت وحش إن صلاح حيسافر وإن صلاح حيروق مش هو ده التوقيت أنا هقول لك حاجة هقول لك معلومة وبعد كده كان من رأيك طبعا هقول لك المعلومة أنا قبل ما أخش على هوا مبارح كلمت مع الناس في المنتخب هناك تحديدا أستاذ خيالة الدراندالي الرئيس البعث أجماعة طوينتوا ليه ما قلتوش قبل ما كلوب يقول وتحصل البلبلة دي قال لك إحنا متفقين مع ليفربول إن إحنا مش هنتكلم وهنطلع بيان بعد مباراة كاففردي عشان ما حصلش اللي حراك بتقول عليه ده ما حصلش بلبلة فكلوب من نفسه ترى عائل والدليل إن ليفربول اللي لسه نطلعين البيان دلوقتي هوا بعد مباراة كاففردي بالزبط هو كلوب مبارح اللي عمل لنا الدوشة دي كلها أنا بقى هنا أنا هنا كمسؤول كمسؤول مع احترام الكلوب لا منتخب مصر هو منتخب كبير ومحمد صلاح دلوقتي في منتخب مصر يعني القرار القرار أنا اللي من عندنا أنا اللي أقوله يعني أنا لو أنا مسؤول أنا كجهاز طبي أو جهاز فني أو اتحاد الكرة لا الصلاح مش هتسافر مش هتسافر تكمل علاجك هنا خاصة أن إحنا عندنا دكتور محمد أبو العلا على أعلى مستوى أنا تعاملت معها في المنتخب وعارف وحتى في حتى في الفحص الطبي والتقرير قال لك أن صلاح مدة غيابه هياخد مثلاً إيه حوالي مثلاً يعني أسبوع عشر تيام أسبوع عشر تيام يعني هو المطشين صح فبالتالي مع احترامي مع احترامي مع احترامي للفربول خلي بالك دي حصلت على ما أفتكر يعني حصلت مع زياش تقريباً يما كان تقريباً من حوالي ثلاث سنين كده حصل والمغرق وال و مش عارف كان في تشيلسي أو فينه مع المنتخب وقال لك إيه يجي يتعالج والمنتخب المغربي رفض فبالتالي لأ انتهينا حتى لو كلوب غلطان حتى لو كان لازم رد سريع في الجزئة دي طب ممكن أقول لك معلومة كمان إنه اللي قرر أو اللي وافق على صفحة محمد صلاح أولاً روي بيتوريا وافق ورئيس البعثة وافق كلهم وافقوا تمام إنه الدكتور أبو العيلة مش معلومات من قال إحنا نقدر نعالج صلاح هنا أيها ما أنا بقولك ما أنا بقولك هو بس الإمكانيات اللي هنا ما تساعدناش بنسبة مية في المية في سرعة الإنجاز يعني هيبقى فيه مخاطرة المخاطرة إيه صلاح هي الحقيقة اللي عم معانا أو ما يلعبش الله وأعلم حسب الجاهزية لما قالولهم في ليفربول قالولهم ليفربول بقى رد على الدكتور منتخمص قالولوا الإشعاعات دي مش واضحة الراجل ده ممكن يبقى عنده مزق من الدرجة الأولى تمام لازم يعمل إشعاعات ويعمل مع أجهزة هنا فلقى أحساب بالنسبة لكم إنه يفضل هناك وعلى فكرة ليفربول ما كانتش مسروا هم في مصر هيقولك نفس الجملة ما كانش فيه صام ليفربول هم كانوا بيعرضوا تمام عشان هم عارفينه وده حق منتخم مصر بس هم ربطوا إنه لازم المنتخب يوصل النهائي عشان صلاح يرجع ويلعب لا لا خالص ده هم حطين إطار زمني إنه وارد إنه يلحق النهائي أو السمي فاينال بس مش أكيد كمان حلو شوف إنت شوف إحنا دخلنا يعني أنا في كل الأحوال أنا بس التوقيت وإن القرار يطلع من عندنا إحنا ما يطلعش من محاكب تطريب لو كان اتحاد الكرة مثلا طلع إمبارح بيان وكل ما كانش تكلم أنا هقولك بس اتحادك هو طلع بيان أنا مش بدفع عنهم أيو لا صح بالعكس ده هو الأسهل إنك تنتج إتحاد الكرة على محمد صلاح بس همش بدفع عنهم بس لو طلع بياني مبارح كنا هنيجي نقول إيه بقى قولتوا يا جماعة عايزين تشغلونا بمحمد صلاح دلوقتي وانتخبع عنده مباراة بكرة مع كاب فردي بذلت بذلت نركز مع المباراة وبتاع فقال إتحاد الكرة برضو كان عامل الصحف إيه قالك نستنى بعد مباراة كاب فردي ونتكلم هو ده هو ده الصح اللي أنا بقول اللي إحنا متفقين عليها نوية في المية هو ده الصح الغلط من عندهم هناك أنا معديش مشكلة ولكن يوم تيجي تبص بقى من الناحية الفنية أيوة أنا بشوف جزء كبير جدا اللعبة لعبة النهار ده عشان صلاح حلو لأن بصراحة حلوة الجملة دي أه والله دي حقيقة لأن أنا أعرف حب اللعبين لصلاح وتحديدا تريزيجي اللي أنا بشوفه إنه هو مظلوم من مدري صح أنا كنت موجود في المنتخب قلت تريزيجي تريزيجي أول ما راح للمنتخب تريزيجي أنت من أفضل اللعبة اللي موجودة في منتخب مصر بتعمل مجهود غير طبيعي صح عندك بتعمل مجهود غير طبيعي ينقصك حاجة واحدة اسمع اللي أقول لك عليه ولازم تشتغل عليها إنك لازم تلعب على الجون وتبقى مؤثر على الجون أنت بتعمل كل حاجة إلا بتجيب جون ما بتجيبش جون فلازم تلعب على دي وتشتغل على دي أنا لو وريتك الحديث بيني وبين تريزيجي من ساعة ما كان في أستون فيلا ما كان عندنا حتى في المنتخب على فكرة واتصب مع أستون فيلا وجاله صاليبي والفترة بتاعتنا بتاعت المنتخب ليه بمعنى في الأول وبعد كده ما لعيش معنا فترة كبيرة جدا ولكن يما رجع من الإصابة كان عنده الأراضة وعنده الرغبة وتريزيجي خلي بالك ده هو اللي مصالك كاسعالة صح تريزيجي طبعا فتريزيجي بصراحة أنا بشوف من أفضل اللعبة اللي موجودة في الجزئية دي تريزيجي لاغين عنه في الملعب بكل أمانة يعني طبعا فحب تريزيجي لتصلاح وصلاح لتريزيجي حب اللعبين كلها لتصلاح أنا شوف النهاردة كانت الرغبة والإصرار والعزيمة إنه لقى عايزين يكملوا وعايزين الروح دي كانت موجودة بصراحة عشان عتوصلوا بيها للنهاء إن شاء الله أنا عايز واحد أنت كنت موجود في منتخة مصر عشان قلت الكلمتين دون بلح ويرب بتقول زيهم أنا معرفش أنت عاكيد ما سمعتنيش هل صلاح من نوعية اللعبة اللي هم مثلا ممكن يعني يطلعوا بره المسئولية يبقيلوا عن المسئولية يمشي يلاقي أحد ماهو لا لا اللعبة بتحبوش لا 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 أنت كنت موجود بقى في منتخة مصر لا لا بص صلاح محبوب من كل أولا شخصية صلاح أنا هقولها لك بصراحة يعني أيوة صلاح لو بيلعب في الأهلي أو كان بيلعب في الزمالك الأمور كان انت اختلفت في مصر الله يفتح عليك الله يفتح عليك اتخلصت الحكاية بس آه بس آه خطت تحتها ميت خط يعني مليون في المية لكن صلاح مثلا يعني وانت مثلا بتشتغل في الجهاز الفني منتخة مصر حسنش في مرة مثلا أنه هو بيتعال على منتخة مصر بس بالعكس آه يما كنت موجود كان أول واحد بيبقى موجود في كل الاجتماعات كان أول واحد بيبقى موجود هاي صلاح ما بيتكلمش كتير وصلاح ما بيعوز حاجة يعني في موقف كده حصل جي يكلمني شخصيا يعني جي يكلمني في أثناء المباراة يعني صلاح من النوعية اللي هو بيحب كل كل اللعيبة واللعيبة كلها بتحبه فأنا مش شايف دي في صلاح بصراح بس أنا شايف صلاح أنه هو كمان صلاح لازم لازم صلاح يتعب أكتر شوية من ناحية الفنيه بقى لازم يبزي المجهود أكتر اللي صراح المجهود اللي بيعملوا في الفربول آه في اختلاف الإمكانيات هنا وهنا في كل حاجة وفي القوالة وفي اللعيبة وانت في الفربول بتلعب في 40 يارضا في مصر بصراحة لسه بتلعب في 70 يارضا أيوة فنيا مهم جدا مهم جدا يالما بتلعب في 40 يارضا بتبقى الفرص كتيرة ويبقى اللعيبة قريبة النهاردة عشان كده أقول لك النهاردة منتخب مصر من المطش اللي فات والمطش ده مختلف صح فانت النهاردة اللعب كان جماعي بشكل كبير جدا فانت في وجود صلاح الكل عايز يراضي صلاح وانا قلت لك المحلقة اللي فاتب قلت لك عايزين حيطة ترزجيل صلاح وصلاح ترزجيل ومصطفى محمد ساعات كتير بيبقى فاضي صح ساعات كتير بيتحرك ومتتلعبلوش ساعات كتير بيتحرك ومتتلعبلوش ويقول لك اصلي في جملة كمانا كابتالي وانت بقى ردلي عليها يقول لك اصلي المنتخب بيتحرر لما صلاح بيخرج لا مشكلة هي دي مشكلة صلاح وانا مشكلة اللعب اللي كل شوية دور على محمد صلاح يدي له لا هو اللي بيقولوه ده صح بس برضو المخسم بيتحرر اكتر في عدم وجود صلاح الله عليك صح دي احنا اه يعني ولما اللعيبة بتتحرر هي بتتحرر ليه انا دايما بحس سواء معاكو ابقى ويبليكو بعاديكو اللاعب وانا متأكد دي مش تعليمات منك والتبرة يبقى فيه مثلا واحد فاضي تماما وصلاح وراء اربعة خمسة خدها صلاح بقى ما انت بتتعليف فاربول تسلك بالضبط عشان كده الدغوط كلها كريم على صلاح مش على بيت اللعيبة النهاردة الدغوط كلها كرت على اللعيبة وعلى صلاح وعلى كل ففي وجود صلاح انت كل الناس عايزة يعني لو صلاح ما جابش جون او صلاح ما لعبش فكل اللوم على محمد صلاح يا جماعة احنا يعني واخدين الامور طب اقولك حاجة محترام يعني احنا بنتكلم هنا صلاح طب ورياض ميحرس في الجزائر منتخب الجزائر طب زياش طب مان ايه لا احنا هنا الاعلام شوية بزيادة بندخم الامور وبنحط الامور زياش عشان مش شوية بقولك صلاح لو لعب للاهل او الزمالك مكدش الامور هتروح بالشكل ده وجهت نظر ايه والله ده انا بتتفي معاك فيها مليار في المية مليار في المية اهو فعلا والغريب انه ما وصلت هتا لعب منتخم مصر ربعا يعني فتتخيل اللي هو ايه عشان ما لعبش اهل وزمالك فانت ما تسندوش قوي تسندو ايه عشان بلعبه منتخم مصر وشرف لا ايه حد انه ياخد بطولة وانا نفسي اللعيبة دي كلها لانه ما اخدوش بطولة طولت قوم افريكيا نفسي ياخدوها لانه اللي انا حسيته انا نفسي هم يحسوه و بتمنى لهم الخير و بتمنى لهم انهم ربنا يكريمهم يكسبه و بتمنى كمان لصلاح لان دي اللي تنقص محمد صلاح زي اللوم برضو عن نني وانا تكلمت معاك قلت لك انني اه مش في مستويات و انني ملعبش في الارسل بشكل كبير جدا ولكن من افضل اللعيبة في نص ملعب في العالم اللي ما تجبلوش ميز باص انه ماعملش باص غلط ايوه فده اديله في الاستحواز يعني هو النهاردة كان هو كغلاص كسبان وكان هينزل النني لو حد خباله يعني عشان ياخد دي ياخد دي ينزل بقى ال 3-4-5 ده ياخد الاستحواز يمسك الكرة فهي دي ده فكري بقى مدربين ده فكري مدربين عشان كده بقولك هو النهاردة اه هو كمدير فني فيتوريا هو مضغوط وما ينفعش يبقى مضغوط بالشكل ده لانه هو المفروض انه هو على يعني مدرب كبير جدا ولكن بالنسبة له الامور في افريكيا بتبقى مختلفة شوية مستويات اتغيرت عكس ما هو كان بيلاعب مطشات ودية وانا قلت لها كريم وقلت لك احنا المطشين اللي عبنيها ما هو ضغط فيه ممارات الجزائر وممارات تونس المستوي كان متقارب في الممارات اللي احنا اللي عبنيها صح طيب انا عايز عليك كمان تحديدا على طريقة اللعب بحس انه لو بنلعب اربعة ثلاثة ثلاثة الامور بتبقى صعبة لما بيحرر الدنيا ويلعب اربعة اربعة اثنين زي ما عمل النهار ده كده ودخل مرموش جاو مستوي محمد الامور الهجومية بتبقى افضل بكتير انت شايف نسبة على طريقة ولا حسب تغيرات المباراة نبدأ نتحرك لو تسألنا عن رأي انا مبلعبش بطريقة واحدة طول المطش انا لازم الطريقة تتغير حسب ظروف المباراة حسب نتيجة المباراة وانا مش هفضل ألعب بالطريقة دي بس برضو انا قلتها قلتها لأيمن عب عزيز لما كان قابلته في مباراة تونس احنا تونس كان بيلعب تلاتة اربعة اثنين واحد وكانوا بيلعبوا برأس حربة واهمة لو تفتكر يعني صح وجابوا فينا جنين اول عشر داعي هو عمل تغيير ولعبة نفس طريقة نفس الطريقة للعبة منتخب تونس عشان دي فيها انتشار كبير وزياد عددية كبيرة جدا فلازم انت تكون مذاكر وتكون مقابلة بصراحة انما هو مصمم على طريقة اربعة تلاتة تلاتة دايما بيبدأ بها المباراة واربعة تلاتة تلاتة عايز تلعبها الاتنين التمانيتين ما يبقاش حمد فاتح يبقى امام اللي فيها يبقى ترزجي اللي فيها يبقى زيزه اللي فيها لان انت بصراحة انا بشوف النهاردة من افضل مباريات مراوان عطي معينه مبارياته مع منتخب مصر لسه ما لعبش بس النهاردة تمركوزاته كورته للامام عمل سروهين وده الديفندر اللي هو المتطور دلوقتي امام عشور عمل مجهود كبير جدا طب امام عشور بقى دي حكاية الوحدة امام عشور لما تيجي تلاتة اربعة تلاتة تلاتة وانت بتقول انه وفعلا هو امام عشور واحد من افضل لعبة التمانية سمام عشور لما بيلعبه بقى اربعة اربعة اتنين بحسه لما يبقى في نص الملعب غير لما بيروح شوية على الجناح طبعا يعمل شغلة عظيم اكتر بكتير عشان انت مديله حرية حركة في نص الملعب كله يما بيلعب اربعة تلاتة تلاتة هو دايما بيروح نحية الشمال دايما في الحتة دي حتى هو يما لعب مع الزمالك ما كانش كده كان بيتحرك بشكل كبير جدا وكان بيروح بيشوت عجون يما لعب على الاهلي بقى عنده التزامات شوية انه يروح نحية الشمال انه يشتغل في الجنب الشمال عشان يما يطلع علي معلوله هو اللي يغطيه عشان يعمل جبهة مع علي معلوله ومع حسين الشحات هي بيبقى فكر المدربين كل مدربه لي وجهة نظر كل مدربه لي رؤية انا امام تحطه في نص الملعب عشان عنده من الامكانيات البدنية وانه هو يوصل يبقى مباشر لجون عشان هو بيشوت كويس غير يما اطلعوا بره شوية على الشمال فبتاخد منه بشكل كبير يعني النهاردة كمان قلت في المقدمة النهاردة انه اخيرا اخيرا بقى عندنا مهاجم في المنطقم مهاجم بقى يعني مصطفى محمد بقى له فترة بيلعب مع المنطقم بس النسخ دي من مصطفى محمد هي افضل نسخة لمصطفى محمد نفسه وافضل نسخة لمهاجم في مصر من زمان تتطفق ولا تختلف؟ تتطفق بعد الاحتراف صحي كده؟ اللي تحت القوة اللي فيها مصطفى تمركز مصطفى اللي احترافت ده المصطفى وده اللي انا نفسي نفسي واتكلمت فيها كتير ان اللعيبة تحترف بس اللعيبة مش هتحترف لما انت هنا تقنن المادة تقنن معلش انت هنا بتاخد اكتر ما بتدي بصراحة بتاخد اكتر ما بتدي لأ انت الفرقة اللي بتلعبك النهاردة اللي بيلعب في كوبروس رقب 17 بيلعب في كوبروس اتنين بيلعبوا في امريكا واحد بيلعب في فرنسا درجة تانية هتدافر بطولة غينية الاستوائية في الدرجة التالتة في فرنسا والتاني لعب في انكارا جوجانا النادي اللي انا لعبت فيه ولعب في جلتة الصراي في تركيا يعني مش هتدافر صفة اول يعني مش لازم ت احنا عندنا انا يقولك ايه لو ما تلعش بعرض ياليك باسم النادي وباسمه يبقى بلاش فلازم يروح للمدريد عليك نور عشان كده بص نقطة انا بشوفها نسالبية عشان كده هتلاقي اللعاب المحترف زي مصطفى اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي هو عنده ثقة بس ثقة بتقول ايه ثقة ده لعاب محترف لعاب جاي من من نادي كبير جدا في فرنسا ولو مش كبير يا كابتان طار يعني ننت ده مسلا اعتبرش برضو عنديته الوسط في فرنسا بس شوفت احمدول ايه على مصطفى تطور قديه في عنديته وسط بزبط مش عنديته الصفة اول في فرنسا اه مش بارستان جرمان مش مورسيلية مش ليون بس موجود وجامد مهوده عشان بقولك ايه خد ثقة اه تحط تحت ضغوط خلاص بيلعب بثقة شوف الفرقة التانية النهاردة انت بتتفرج على على الفرقة الغنية ولا بتفرج على الرأس لغدر تالفردي بص بلعابه ازاي فيه ثقة وسبعة لعيبة تغيير في التشكيلة الساية بالزبط شوف الثقة اللي هم بيلعبوا بيها شوف حارس المرمى شوف الثقة احنا بصراحة الدغوط اللي احنا عملينها كتير قوي ومبالغ فيها قوي احنا مش احنا كمصريين لا العرب عموما ايوه انا بشوفها في المغرب وشوفتها انا كنت موجود الدغوط اللي بتعمل على المنتخب المغربي او المنتخب الجزائر صح كل المنتخبات العربية الشارع العربي اما بيعمل الدغوط على اللعيبة اما بتلاقهاش انت شوف انا لسه بقولك مين بقولك صلاح وبقولك رياض محرز وبقولك زياش اكتر حد بيتلام هو النجم اللي انت المحترف الكبير اللي انت المفروض تشيه للمنتخب جماعة ما بيتش كده ايه ما بيتش كده راشا اللاعب ما بيتش كده اه زمان كان بيحصل كده زمان في منتخبات افريقية مثلا تلاقي شور جواية مثلا هو الشارع اللايباري اه تلاقي عدبايور الشارع توجو تلاقي دروكبة ولا شارع الكاميرو زي حسام حسن معان حسام حسن بس بس ليه بقى ليه ليه لانك انت وقتها كنت بتلعب باقل الامكانيات في كل حاجة مش الامكانيات مادية بس في كل حاجة فانت عايز توصل للامكانيات المادية عايز توصل تعمل سيفي لنفسك عايز تاخد بطولة تفرح بها ماصر عايز تعمل اسم عايز تحترف فالموضوع ده كله كان عند كله في واحد فينا اهداف صح فان ما كانش عندك الاهداف دي فلا فبالتالي انت هنا بتطلع الاحتراف يعني زي ما بتطلع احتراف ياب نكمل عندك من الامكانيات انه تكمل وتروح بتتامية عندنا لعيبة تقدر تحترف بس انت هنا زي ما قلتلك هو هنا نجم وهنا المادة بالنسبة له هيخفروس ممكن اكتر من اللي بيخدها في اوروبا ووسميعات في بلدي بالزبط كده بالزبط كده هي بتبقى طموح ورغبة عند اللعيب وثقافة فبالتالي احنا لازم نتعود على دي مش هينفع اللعيبة بتاعت منتخب مصر دلوقتي ولا منتخب اللومبي لا زي ما المنتخب المغربي عامل عامل اجدامية محمد السادس طبعا اولاد صغيرين ها متعلمين جوه الاجدامية بيأكلوا بيشربوا اللي هو هتجيبها من تحت ايو بقى تجيبها من تحت ايو بقى اه مش لوقا مش بقولك لوقت تطلع اللي اللعيبة دي دلوقتي ونشوف هنعمل اي لا هات من تحت هات من تحت اللي فات مات ان شاء الله اللي موجودين يبقوا كويسين عليك نور عشان ويسيب بقى اللعيبة تحترف يعني سيب اللعيبة تحترف صحيح ما تمسكش في اللعيبة يعني فام سيب اللعيبة تحترف هتلاقي عندك منتخب قوي يعني بعد النهاردة النهاردة تطلع صاعد بتلات نقط وصاعد ونتدخل فيك ستة اهداف ورغم ان النهاردة الحلقة جابية شوية زي كلامك النهاردة انه تحسننا كثيرا بس الناس برضو هتبضل قلقانة يقول لك تما احنا عملنا كده قدام موزنبيك قدام كافردي حتى لو لعبنا مثلا كونغو ولا زنبيا في الدول اللي جاي وقاكيا لعبنا غير يا الاستوية ما الامور صعبة انت شايف الامور هتبقى صعبة الفترة اللي جاية ولا بعده سعودنا بقى ناخد نفسنا ونلعب لعبنا بص مع المنتخبات الكبيرة خاصة المنتخب مصر لا ما بتحصلش وحلو اللي انت ممكن ان شاء الله تلعب فرقة برضو زي الكونغو تلعب فرقة برضو ما فيش فرقة صغيرة بس انت خلاص انت المطش ده خدت ثقة خدت ثقة كبيرة يعني انك بالروح دي بالاداء ده من الشوت التاني زي ما انت قلت مبارات غنى وتعادل موزنبيك في الديه الاخيرة ده يديك مؤشر انه لا الحمد لله ربنا عايز المنتخب المصري يروح لحتة بعيدة فانا شوف السناليو الأحلائي النهاردة اه بقى ما دخل فينا الجوني التاني بنبص على مطش على مطش غنى وموزنبيك نلاقي موزنبيك جنو جلين في الديه اتنين سينه اه كان مرابيني اتنين سيف اه فاللي هو دي عايزاك ايوه عايزاك بس انت لازم تلعب بنفس الرتمي ده صح بنفس الطريقة دي بنفس الاسلوب ده وانت كمان مستر فيدوريا تبقى محضر سيناريو المباراة لان انت مطش موزنبيك وده اللي زعني انه ما كانش عامل سيناريو المباراة هو اتفاجئ اتفاجئ بالخاصة ان موزنبيك ما كانش بتدافع معاك لأ دي كانت بتهاجم وكانت بتلعب بشكل مفتوح ولكن انت ما تعبتش على قد المباراة وربنا اداك ضرب الجزاء في اخر ديه لو كنت اتغلبت وانت كنت خرجت من البطولة فبالتالي شوف السيناريوية اللي عاملة ربنا سبحانه وتعالى ان هو مباراة موزنبيك تتعادل في اخر ديه ان موزنبيك نفسها تتعادل مع غانا في اخر ديه وهي مغلوبة 2-0 وانت تعمل الاداء ده والروح دي واللعب يبقى عندها رغبة واسرار ان هي تكمل المشوار فاعتقد لا هي بس الحاجة اللي انا شايفها ان شاء الله برضو زي ما حصلت في البطولة اللي فاتت جبل النهاردة الشناوي مش في مستوي بصراحة في الثلاث مباراة تقوى الشناوي خارج باصابة فغالبا الشناوي طبعا وحتى لو ما فيش لازم العدل بيقول لا كمل وخش ولعب هو ده انا بحب كده انت فاهم انت في تأثير انا شايف ان شناوي حتى لو عندوش اصابة كبيرة في اكتداع او اسكننازل النهاردة او خارج النهاردة ورابط دراع ما يكملش يعني ابو جبل يخش ابو جبل يخش صراحة طيب مش عشان جبل معايا في الفرقة لا والله انا يعني انا بتكلم كمنتخب مصر بتكلم باللي انا شايف يعني عشان محدش يربط دي بدي يعني فيها مقصود هو اللي نزل النهاردة هو التاني دلوقتي لا وانت قلت لي ان انت وانا وكلنا شايفين الشناوي هيفضل حارس اول لمنتخب مصر طبعا طبعا يعني بش اتنين هيختلف لا لا خالص بس انا بتكلم بتكلم عن حالة بتكلم عن حالة الشناوي مش هي والشناوي طالما مصاب خلاص كامل بجبل وما حصل كده في البطولة الفات وانا بتفتكر حتى حصلت مع صامي الحضري فانا اشوف بالتالي من العدل ان كل واحد ياخد حقه يعني طيب حسب طبيب منتخب مصر دكتور محمد ابو العلاء فبيقول انه الشناوي عنده اصابة في الكتف ويعمل اشياء ويتأكده بقى من حجم الاصابة الاول يبقى سليم ان شاء الله حسنا حاجة لان الشناوي يكون كبير ويدي المنتخب مصر كتير هو رقم واحد في مصر حاليا صحيح لو قلتلك بقى بعد كل التغيرات واللعيبة اللي دخلت واللعيبة اللي خرجت التشكيل اللي بقيتشايفه مناسب لمنتخب مصر دلوقتي نبدأ به دور 16 ايه هو بص انا بصراحة يعني شايف ان تريزيجي لازم يبقى موجود لو بتكلمني مثلا عن خط الظهر اقولك على جبل محمد هاني النهر ده محمد هاني هايل هو فتوح الاثاز بين عنه عشان مش جاهز وانا يعني برضو فتوح يبقى بديل كويس في الحالة الهجومية لو انت عايز تغير في الحالة الهجومية لان فتوح في الحالة الدفعية مش هو فتوح برضو عكس محمد حمدي فانا اقول محمد حمدي اقول محمد هاني اقول حجازي محمد عبد المنعم ينفعش تغير في خط الظهر ده أقول برضو مروان عطية بصراحة إمام عشور وجهة ناظر يعني أنا بشوف بقى بصراحة لازم أضغط على الفرقة ولازم أخذ المبادرة فأنا بقول إمام عشور وترزيجي أسطفى محمد أسطفى محمد زيزو مرموش لازم المبادرة تبقى من عندي يازم أنا أضغط على الفرقة من قدام واستغل اللي حصل وإن أنا اللي أجيب جون أنا عايز أبقى أنا الفعل مش أرد الفعل فبالتالي أنا أشوف أن ترزيجي بيشتغل دي بيشتغل تماني كويس قوي كويس قوي مرموش بيشتغلها كويس قوي ترزيجي ناحية الشمال يعني هيبقى فيه تبادل أدوار بشكل كبير جدا وبعدين على كلامك أنه ترزيجي لو في الملعة من أول دي فأنت حتى لو بدأ أربعة ثلاثة ثلاثة وحبت تغيرها أربعة أربعة ثلاثة فعندك المرونة هتدخل مرموش وتود ترزيجي بس كده سهلة جدا بسهلة جدا في الأثناء المباراة يعني مش محتاجة تعمل تغيير بالزبط ليه؟ لأن أنت بصراحة يعني عندك الحلول الكتير اللي قدروا يخلصوا المباراة من بدري صحيح ما تستناش بقى الفرقة لأن أنت بالطريقة دي وبالشكل ده أعتقد الأمور هتوباء صعبة لأي فرقة بتلعبك يعني إن شاء الله حكي بطريق شرفت ونورت مبسوط أول أني حكون عاديل نهار ده حبيب التعلان جدا والله حبيب حبيب شكرا لجزيح حسنا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل لزمالة العزاء محمد جمال ومحمد خليفة خليكم معاك يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني لزقاء العزاء محمد جمال ومحمد خليفة جيمي من نور الدنيا حبيب يا كيم أخبارك إيه؟ كله زال فل وحشيت لابتسامتك يعني أخيرا أي يعني بحكت سليمة بحكت الحمد لله خليفة وش الشرخية كلا أعبي فرج على مطش ما أعتقدش على مطش طيب عايز أقول لحضراتكم تصريحات مهمة بعد المباراة بصوا لعيبي منتخب مصر تصريحاتهم كانت إيه بعد المباراة تريزي جيه؟ بكل تواضع بدون أي غرور نحن منتخب مصر المنتخبات الأخرى هي التي تنتظر مواجهة مصر تاني حلوة تصريحة ده بكل تواضع بدون أي غرور نحن منتخب مصر المنتخبات الأخرى هي التي تنتظر مواجهة مصر امام عشور قال محمد صلاح امام عشور بيقول امام عشور بيقول محمد صلاح فقر لأي حد وفقر لنا ووجوده دايما بيفرق معنا محمد هاني محمد صلاح من اكثر الملتزمين في منتخب مصر وبنستفيد منه وبنتعلم منه كل يوم كمان زيزو قال منتخب مصر اسمي كبير ودائما ننافس على التقاهل كأول المجموعة تحدثنا مع بعضنا البعض ولابد ان نبني على ما نحن عليه الان نأخذ مباريات البطولة خطوة بخطوة من اجل الوصول الى المباراة النهائية وحصل لقب كأس الامم الافريقية روي فيتوريا قال ان التقاهل بتلك الطريقة او غيرها ليس مهما ولكن الاهم اننا تأهلنا في الوقت الحالي نحن منتخب نلعب بطريقة هجومية ودائما ما نأخذ بزمام الامور والمبادرة ولذلك فطبيعي ان نستقبل اهداف حاليا سنعمل على تصحيح الاوضاع خلال الايام المقبلة قبل مباراة دور الستاشر لنظهر بشكل افضل هذا التقاهل جاء مستحقا لان اللاعبين بازلوا جهدا كبيرا على ارض الملعب والانتقال لمدينة سان بيدرو وتغيير الاجواء قد يمنح اللاعبين انتواق جديدة في البطولة نحن في ابيتجان منذ 15 يوما وتغيير الاجواء وكسر الروتين اليومي ربما يمنحهم روح مع نواية اعلى وسنستعد للمباراة المقبلة على افضل نح ممكن دي تصرحات ما بعد هذه المباراة حجازي كمان كان له تصرحات مهمة جدا يعني بيقول كلهم على نفسه على زمراء وقال ان احنا مقدمناش كل شيء واحنا اكيد زعلانين من النتائج والاداء ولكن اللي جاي هيكون افضل بالنسبة لي منتخب مصر حابب تبدأ بيه حابب ابدأ انه مهم جدا مهم جدا ان احنا نعرف ونعي الدروس جيدا لم نقدم اداء يليق بينا كمنتخب كبير منتخب الاكبر في القرى على صعيد الالقاب في هذه البطولة حتى الان ولكن صعدنا للدور التاني كتاني تاني فرق المجموعة ولازم نركز على اللي جاي هو احنا من امتى هو احنا من امتى ما بيبقاش عندنا الكعبلة بتاعت ادوار المجموعات زعلانين زعلانين اللعبة حسة اللعبة حسة فيه لقطات في المباراة شوف انفعل اللعبة انفعلت رزيجيه واحجازي ومرموش بعد الجنل الاول جنل التعادل التعابة مضغوطة جدا 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 مضغوطة بالحملة اللي بحمل قوله من 120 مليون مضغوطة بنتائج اول مباراتين هم حسين ان هم لسه لسه موصوش للستين سبعين في المية عندنا مشاكل اكيد لكن في النهاية ما ينفعش ابق انا صعدت وبقى وعدة خلاص اللي فات الحملة بتري بسم الله من اوله جديد اقلب الصفحة خش على اللي بعده اقلب الصفحة وخش على اللي بعده عشان انت عندك خمس تيام فاصل تقدر ترم فيه من نفسك من اول وجديد تعالج المشاكل اللي موجودة عندك وتبني وتاني وهجي لها كنت عايزة جي لها في الاخر بس اقولها في الاول ثبت ثبت عندك بعض المشاكل في الجبل الاسرة انجي لها في حينه لكن ثبت التشكيل التخشع ما تغير تغير لان عندك مشاكل مليون في المية النهاردة كان فيه بعض الحاجات الايجابية في حاجات سلبية لكن الحاجات الايجابية ابني عليها بقى وقف الملعبك بشكل جيد الى دور الاخصائية حاجة واللي احنا كنا فيه تلات مباريات اللي فاتت ويه حاجتا بشكل عام برضه يا خليفة الوضع بالنسبة لك بعد تلات مباريات في كاس لهم لمنتخبنا الوطن بوسر كريم كنت كتير بتفرج على مباريات يعني ففيه ساعات لعيبي يحط كورة حلوة كده فاناقول حلوة كان والله انا اقول الحلوة جول ففي المجموعات الحلوة اتأهل يعني احنا اتأهلنا بغض النظر بقى اتأهل جي ازاي مجاشي ازاي البطولة دي بطولات قصيرة ياما منتخبات خادت تشعى نقطة وخرجت من دور الستاشر ومنتخبات خادت تلات نقطة وخادت بطولة البرتغال 2016 الارجنتينية اتأهلت بصعوبة في اخر مباراة لو نفتكر مصر نفسها في 2021 2019 عاردنا اه لا انا بتكلم ان احنا صعبنا في 2021 واحنا خسرين اول مباراة وكان الاداء سايق جدا اه انا اجيلك ان في 2021 ماشي انا احنا معلش احنا قاسفين لا 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 روحنا بالصعودة يعني شكلنا ما كانش كويس خالص في المجموعات فايزين على الخسرين من ناجيريا وفوزنا الموتشين التانيين باداء سايق جدا وكانت كل التوقعات ان احنا رايحين لكوت دفور نخرج لعبنا جيم على كوت دفور لعبنا جيم على المغرب اللي كتعمل للمجموعات احسن مننا فانا قصدي ان المجموعات بتنتهي عند المجموعات وفي نقطة النهاردة احنا كنا كويسين في شوط التاني في منتخق في موتش غانا النهاردة في جزء ان احنا احضرنا في البداية ان احنا نخلص وده نخلى كاف فيردي اللي بتلعب بدون ضغوط افضل منك يعني في نقطة كمان الضغط العصبي الكبير اللي كان عليك بيقابله نضغوط يعني مفيش اي ضغوط كانت موجودة على كاف فيردي على فكرة كنت دفور النهاردة ولعبتها تحت ضغط وهما لعبة كبيرة جدا يعني انهاروا انهاروا تحت الضغط عكس مثلا غينيا الاستوائية اللي ما كانتش كانت ضغوط اقل من بعد المجموعات احنا حنوصل لنقطة الضغوط هتبقى متساوي على كل الفرق هتلاقي الفرقة زيك زيها انت مضغوط هو مضغوط هو مضغوط اللي بيحس بغلطته العب بتاعه ما عندوش هدوء الاعصاب ولا الثقة ان هو ما فيش مشكلة يرجع اشنا شوفنا النهاردة كريم احنا بنتفرج لعب من كاف فيردي بيرجع الكرة بسدره ما فيش توتر انما ما تيجي تلعب مباراة اخصائية انا راس براس حبا العب بتاعه خاف يغلط فممكن يغلط انت نابس العمر اه اللي هي النبوءات المحاققة لذاتها اللي هو انت لو عادت تخوف واحد انه يغلط فتوع منه الصناعة ممكن ان يقع منه الصناعة بسبب الارتباك فده اللي هيبقى عند الفرقة كاف فيردي النهاردة كانت بتلعب بدون ضغوط وده من اسهل المباراة اللي انت ممكن تلعبها وفيه احيانا لو تاخد بالك يعني ما فيه فرقة بتكسب بطولة دوري ولا حاجة بتكمل ماتشاط لو لعبت بالاساسيين بتلعب ماتشاط حلو قوي انا عكس رأيك بقى هو اللي صعب علينا المباراة النهاردة اه انا ايسا انت بتقول ان النادال الى سهل علينا المباراة لأ انا ما قول لك النادال اللي صعب علينا المباراة ان كاف فيردي بتلعب انا اقول لك احنا شوفنا العب بيرجع الكرة في صدق في الاسبار الاخصائية بقى حابقى انا متوتر خبرات بقى منتخب مصر واسمه منتخب مصر والقتال اللي عند اللعبة حيبقى ليه الافضلية النهاردة الشحن الزايد ده كان علينا احنا عمل ضغط وبيوتر اللعبة شوية عكس كاففرد اللي كانوا بلعبوا بأعصاب في تلاجة في طريق لعبوهم اللي بتوعفتين الكوري دي كانت متعبة جدا لنا ممتاز بشكل عام احنا كمنتخب مصر كل اللعبة كانت رجالة النهاردة كل اللعبة كانت رجالة في الشهد التاني في مبارات غانا بشكل عام احنا كان واجهنا بعض سوق التوفيق وبعض الأخطاء الفنية بس انا حابب ابدأ بلعيب لعيبة يعني فيه لعيبة كده اللي هي مخليانا منشكحين في البطولة حتى هذه اللحظة اول هؤلاء صاحب صاحب نقطة التحول في مبارات غانا صاحب نقطة التحول في مبارات جاففردي هو محمود حسن تريزيجي اهم لعيبة منتخب مصر اه ايوة هو اهم لعيبة منتخب مصر مشان اللي بقول مردود ارقام دايما الناس كتب بتقول من زمان تيزيجي لعيب مجهوده عالي بيموت نفسه في الملعب مش مؤسر قادر يشتغل لكن عنده مشكلة في الفعالية عالجوم طب الراجل ده مع فيتوريا عمل ايه؟ لعب مع فيتوريا عشر ماتشات ساهم في 11 جول يعني في كل ماتش ليه بصمة في كل ماتش ليه بصمة نزل في مبارات غانا من عددكة نقطة التحول النهاردة بيعمل تريزيجي صنع فرصتين عمل أسست جاب جول أربع تزديدات كل ده في شوت عشو كده خد افضل لعب في المبارات في شوت بالراحة اه وده اللي نقدر ما بيحصل صح مفيش لعيب إلا بقى لو نزل حط جنين وعمل 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 وده اللي عمل تريزيجي انه عمل كل ده في شوت هنا مش بتكلم بس على المجودن ونزل موت نفسه في الملعب انا بتكلم على الفعالية بتكلم على لعيب بالراحة النهاردة ست مرات تمطقت الجزاء في 45 جيئة يعني كل 7-8 دقايق بيدخلك جوة 18 بيستلم الكرة جوة 18 طب تعالي نشوف بقى غير اللي احنا بنقوله ده تريزيجي واحد هو الاعلى تسجيلا واسهاما في الهدف من كل لعبي منتخب مصر الكل لعب 10 متشاط 11 مساهمة 7 اهدف 4 صناعات الاكتر عمل رقم ما كانش يسبق لي غير محمد صلاح خالص انه لعيب مصري بيسجل في 3 بطولات متتالية الوحيد اللي كان عمله في 4 بطولاته ومحمد صلاح محدش عامله اول لاعب ييجي بعديه هو تريزيجي سجل في نسخة 19 سجل في نسخة 21 ونهاردة بيسجل في نسخة 23 تعال روح بقى عمل ايه في المباراة كل حاجة احد بقى اللي عمل في المباراة بس افكرك بحاجة عشان هو انت كنا في المدرجات في المباراة دي مباراة غينية الله ينور عليك مباراة غينية نزل هو فيتوريا بدأ بمرموش وللأسف مرموش اصيب مبكرا في هذه المباراة نزل تريزيجي قلب الدنيا عمل أسست وجول على ما أتذكر صحي كده اه فهو كمان عنده ميزة عبقرية لهو لا بيتقمس لهو قاعد عبدالك مبسا نزان ما تبدأش بيقى السرق منها اللي كنت متقلق قبل كده ولا هو بينزل مش جاهز ولا هو محتاج وقت يخش في المباراة ولا هو درها محمود تريزيجي درها القديم هنا انت بتلاقب عليها مرموش فاهم راضي وطموح والاثلين صعب جدا يجوا في لعيب عشان كده ربنا بيكرمه تريزيجي في مباراة غينية اللي انت بتتكلم يا كنا عادين فيها في الملعب كنا وحشين كنا فكين زي دلوقتي نزل شد الفرقة كلها الفوق غير الأمور كلها وكانك بالمباراة انا عارف الوقت بيجري منك هتروح للوقت فتعال روح للحالات اما لاقي لعيب بيصنع وبيسدد وبيسجل وبيعمل كل حاجة انا لازم امسك فيه ايديا واسنان يلعب في الرايت بقى يلعب في الليفت يلعب في النص تعال نشوف دي بعد ما نزل على طول كرة اتعاملت بالعرض بعد ما نزل مصطقة فتحة على طول حطها له لتحت حطها ملفتش اوه في وش رجله الداخلي فطلع لفوق العرضة كان اول تهادي تكمل الفريم اللي بعد على طول الراجل حطها مكانش موفق فيها حاول تاني يلا اللي بعد دي اول واحدة لتريزيجي جوه التمنتاشر دي لعطيت الهدف طبعا بص يا كريم كرة دي كتردى الراجل بمنتهى الهدوء بيتعامل مع الكرة حط الباست لحجاز الباست ممتاز بالمناسبة الباست نص الجول الاستلامة التوقيفة الراجل حطها بش ماله ما استناش تعدل هو فيه الدنيا مكابلة هحطها زي ما هتنزل نزلت وكان الجول كمل اللي بعد دي بعديها تصويب قبلها على طول قبل الجول تصويبه جنب القائم الايمان مباشرة من تريزيجي بش ماله مش بيمينه والجوم بش ماله مش بيمينه اللي بعده دي قرة قبلها حطها بطن رجله الحارس شالها قبلها على طول قبل القرة على طول الحارس اصدى لها وتم انقاذها في اللحظاتها الاخيرة فبتتكلم على اربعة تهتزات للمربو صرع مرتين صرع كرة هدف التاني سجل الهدف الاولاني انا عايز ايمي اللعيم في الدنيا لو انا عندي ميسي وكريشسيانو في الملعب عايز منهم ايه عايز انده يجيب جون عايز يعمل اسيست عايز يشد فرع فوق ده اللي بيعملوا تريسي جي ده اللي نزل عمل في برات غيانا ده اللي نزل عمل من اليارده بص يا بص يا كريم بص يا كريم الراجل موجود تحت خالص لانكم بعملوا دور الدفاعي فوسط الملعب وهنا الفيجين بتقولك انه التحرك خدمه خلى عنده فيجين هو اول مسند وعدل جوه الملعب هو راجل بيعمل عبونجليفت اول مسند وعدل جوه الملعب ابتالى كهرباء يتحرك وابتالى مصطف محمد يتحرك اتنين فسط تلاتة اتحركوا في المسافة فيكور مش بس الاسيست بتاعة تريسي جي الحركة بتاعة الكهرباء ومصطفى والاستلامة العظيمة بتاعت لانها كانت هتبعد سنة عن مصطفى الاستلامة العظيمة بسدره هي اللي عملت الجن وبعدين بقى الفريش الرجل حطاه بشكل ممتاز لان مصطفى لي قصة لوحد وخليفة بقى يتكلم عليه انا بالنسبة لي مصطفى عمل كتير اوي لكن انا كنت بخصص الوقت ده اللي تريسي جي مصطفى محمد هكررها تاني انا قلتها نهارة تاتة اربع مرات انا حسيت انه اخيرا بقى في مهاجم لمنطقة مص هتقول لي ما مصطفى محمد بقاله كمس سنة بيلعب منطقة مص النسخة دي من مصطفى محمد نسخة مهاجم تقيل اوي دي حقيقة نسخة يعني يعني انا طبعا طبعا تريسي جي واحد من نجوم اللقاء بس انا هتكلم على نجم المرحلة دي من دور المجموعات فهحطه مصطفى ليه حطه مصطفى لان تريسي جي عمل اداة عظيم جدا ضد غانا ومنازل كبديل عمل اداة عظيم جدا النهاردة كبديل ولكن ممكن اللقاء الاول مكانش تريسي جي اللي احنا عارفينه بمجهود الدفاع بمجهود الهجوم بكل ده ولكن مصطفى هو السابت في منتخب مصر على مدار التلات لقاءات يعني جي معاه مرموش في أول لقائين وجي النهاردة مرموش وقع مننا شوي مصطفى بقى هو السابت في التلات مباريات محترم طبعا كل اللجوم منتخب مصر الرجالة وخصوصا الرجالة يعني أنا حنقول تريزي جي مع مصطفى مع مرموش التلاتة دول تحديدا عاملين اللي هو اللي انت بتبقى عايزه كمشجع اللي انت بتبقى بتتفرج وانت حاسس ان مفيش زر تعرق هو بخلام بيها كل حاجة بتتعمل اللي هو هتقول ايه التوفيه ما كانش معايا لكن ما تقولش انه مقصص حلو نيجي بقى المصطفى النهاردة تحديدا ليه النهاردة تحديدا أوقات الناس بتلوم شوية على المهاجم لو ضيع أو عمل حاجة ده أنا بشوف ان دي نقطة إيجابية جدا طول ما المهاجم متواجد طول ما المهاجم بيعمل محاولات على المرمو دي حاجة تأكد لك انه حيجيب حيجيب تعال نشوفه النهاردة أرقام مصطفى محمد اللي بتقول ده اللي بتقول رغم ان الناس كان يبدو ان هو مش موفق هو مش موفق قصد ليه التوفيه وعدم التوفيه دي بعد عطم اللي مترات هنا وهناك ولكن في النهارة طول ما انت رايح ده مش لقطات أنا هتكلم على الأرقام الأرقام بص على الأرقام الهجومية كريم ست محاولات ست محاولات ده أعلى رقم موجود في كل لعب منتخب مصر نشوفه الأرقام الهجومية بتقول ايه ست محاولات الـ XG بتاعه كان مفروض يسجل هدفين ممكن الناس تقول انه هو مصطفى سجل هدف ورغم مفروضه كان يسجل هدفين فده ده معنى انه متواجد وبيمس الخطورة أرقامه الدفاعية بقى دي دي هنا المحاولات ست محاولات وكان مفروض يسجل هدفين وسجل هدف تمام تعال نشوف أرقامه الدفاعية اللي هي بتبرز بقى النقطة اللي انا بتكلم فيها كريم قد ايه هو كان قوي جدا على مستوى كل شيء بتقدم في الملحب مصطفى عامل أرقام شبه الدفندرات الرجل كسب الكرة تسع مرات منهم التحامات هوائية أربعة نجح فيهم فقط بس التحام هوائي واحد دي أرقام التسعة تعال نشوف ترتيب مصطفى وسط لعبة منتخب مصر في المحاولات الهجومية هتلاقيه الأول ده أمر يحسب ليه جدا ست محاولات ده رقم مميز وسط كل اللعبة هو الرقم الأول تعال نشوف بقى لأرقام الدفعية ترتيبه في الكرة المكتسبة كان عامل إزاي هتلاقيه جاي بعد الدفندر وسط المدفعين هي دي القيمة اللي انا بتكلم عليها في مصطفى النهاردة موفق مش موفق ده أمر بسيط إنما أن انت أرقامك الدفعية نروح للصورة اللي بعدها اللي يفعل أرقام الدفعية عشان الناس تبص عليها أن انت تبقى مترتب إلى أكثر محاولات لا دي دي التمريرات طب نبص على نقطة مهمة جدا في عدد المحاولات الهجومية عدد المحاولات الهجومية رغم دي شبكة التمريرات أكتر من ستة تمريرات ما كانش حد بلنك قوي مع مصطفى في ستة تمريرات يعني كان مصطفى مزظاهر في الخريطة دي بعد كده إن هو ما تمش تمويله كتير معنا أن انت تعمل ستة محاولات وانت بجتلكش كورات كتير مصطفى بيظهر لما ننزل عدد التمريرات الأربعة يعني اللي هو تلقى أربع تمريرات من اللعيب محدد الصورة اللي بعدها هتلاقي مصطفى ظهر طول ما احنا بتكلم في ستة وخمس تمريرات مصطفى ما كانش بيظهر ده بدأ يظهر في أربعة اللي هو تريزيجيله ده له أربع كورات وإمام عشور سند عليه أربع كورات دي معنى كده إن مصطفى حاول في ستة محاولات من اللاشئ تقريبا مصطفى في وسط اللعيبة اللي خدت الكورات الدفندر الأساسي منتخب مصر اللي هو إمام عشور البك شمال محمد حمد اللي كان كل لعب مصطفى محمد موجود جنب مين جنب أحمد حجازي في الكورات المكتسبة دي القيمة اللي أنا بتكلم عليه في مصطفى اللي هو حتى في الأرقام الدفاعية كان متماس جدا معنى كده إن ده واحد كان مموت نفسه كريم هجوميا من اللاشئ بيعمل محاولات دفاعيا كان بيعمل أرقام شبه المدافعين والدفندرات صحيح هلسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هسأل محمد جمال وهسأل أيضا خليفة على المستوى الكبير اللي بيقدمه إمام عشور في البطولة حتى هذه اللحظة خليكم معا هلسا بكملين مع حضراتكم معايا محمد جمال ومحمد خليفة سألتهم قبل ما نروح الفاصل عن إمام عشور تحديدا إمام عشور معاك إمام نقطة التحول مهمة جدا 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 مش بس في المردود اللي بيقدمه لأ عند روي فيتوريا لمكانش يهتمد على إمام في الفترات اللي فاتت ما يقدمه إمام عشور هو اللي نقل الحالة بتاعتنا من حالة سلبية إلى حالة فيها العديد من الإيجابيات في وسط الملعب خاصة لما الطريقة بتقلب الأربعة عشان كده شفناها بشكل مغير في مباراة غانا في الشوط التاني شفناها بشكل مغير النهاردة على مدرر الشوطي لكن الشوط التاني كان أعلى شوية بسبب أنه بيلعب تاني في وسط الملعب أكتر ما بيتحذف شوية على الطرف آه بيقدر يعملها لكن عايز تكسب كل حاجة من إمام وديه وسط الملعب يلعب تاني بقى يلعب جنبه لعيب سيدتة يلعب جنبه حمدي يلعب جنبه مراوان أيا كان لكنه رقم مهم جدا 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 النهاردة بتجي تتكلم على أكثر لعب للمباراة التانية على التوالي وهو لعيب مركز ثمانية هجومي استخلاصا للكرات بعد ما مصر بتفقدها هو أمام عشور بـ 11 مرة للمباراة التانية على التوالي بنفس الرقم بالمناسب 11 مرة في مباراة غانا 11 مرة النهاردة أمام كابفرد وجنبه لعيب اللي وراه على طول جنبه هو مراوان أعطيه 10 مرات فالثنائية دي رجعت الكرة لمصر 21 مرة في هذه المباراة إيه بقى اللي بخلي إمام مختلف تماما تعالى نشوف الحالات بتاعة إمام عشور يعني الرجل بيستعيد الكرة الرجل بيدافع الرجل بيصنع الرجل بيصوب كمل الكرة هنا الرجل دايما موجود في المسافة اللي مفروض يتواجد فيها لعيب الوسط الهجومي هتلاقي نكمل فريم اللي بعده هتلاقي الباص من فتوح الرجل بيقى البرنتريشن بيروحه يصوب ماشي الحالات وإحنا بنتكلم التصيبها مبعيد جدا لكن الرجل دايما عنده دي وعملوا واحدة خطيرة جدا من دي سوى تامين الرجل شغلها أنا الحال دي قدتش عاف شغلها إزاي من تحت الايم اليمين بتاع حارس مارما كافرد كرة اللي بعدها دايما دايما بص هنا دي كرة دي ماشي الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده الرجل قدروا ناخدوا القرة دي بدلا ما كانت معمولة كاونتر علينا ودايما كان فيه مشكلة فجابة الشمال بتاعتنا قدروا نرجعها بدون مخالفة كانت واحدة من أهم الاستخلاصات اللي كانت ممكن تأثر علينا بهجمة خطرة جدا اللي بعده ترمي اللي بعده على طول كمان كمان واحدة بص هنا بص 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 كريم هنا الرجل فين الرجل بعيد وعنده زاوية تمرير كبيرة جدا لأن فيه مساحة كبيرة في وسط الملعب هنا إراية الملعب إراية الرجل مكر يحطه كرة فين وقطع زاوية التمرير غلق زاوية التمرير رجل هيمدها هيمد رجله في الكرة وهياخدها وهتعمل هجمة مرتدة لنا بعد شوية اللي بعده كل ده عمال بكلمك على أدوار دفعية أخيرا فيه كرات تانية كتير بس عشان لضيق الوقت كان فيه واحدة أسست لمحمد داني حيترمين واحدة أسست لمحمد فتحي قبلها بص هو فتحي لكن هنا دي كانت تصيوب الرجل فضل حتلتها تحت رجلين الرجل شلع بصعوبة جدا من تحت الآية من الشمال سوبر إمام عشور للمبارات تانية على التوالي وهو اللي ودى روي فيتوريا من أنه بيعتمد على سين وصاد لأنه أنا أحط إمام عشور وأحطه جنبه أحد النهاردة حمدي بيتغير منيني كما بادئ البطولة ما بادئش النهاردة مرون بيبدأ المباراة لكن دايما الثابت عند روي فيتوريا هو إمام عشور عظيم عزو حاجة على إمام عشور هزود حاجة عشان تستفادت من إمام عشور قارن أداءه في الشوتين الشوت الأول في ماتش غانا بالشوت الثاني والشوت الأول النهاردة بالشوت الثاني هتلاقي دايما أفضل في الشوت الثاني أفضل في الشوت الثاني ليه؟ لأنه أفضل توظيف لإمام لما بيبقى على الدائرة نفسها مش على طرفة من أطراف الملعب طرفة على أطراف الملعب بتحد جدا إمام أنا عارف أنه هو في الآله بيلعب فاربعة ثلاثة ثلاثة ولكن إمام أفضل مستوى ليه في رأيي أنا كان في فترته مع الزمالك لما كان بيلعب وعلى الدائرة واحد من اتنين دي أفضل حاجة ممكن تاخدها من إمام وده ظهر مع منتخب مصر تعال نشوف طريقة اللعب منتخب مصر كتعاملة زي في الشوت الأولاني اللي هي تلاتة اللي هي كإمام بيبقى ناحية الشمال شوية دي طريقة لعب منتخب مصر وهو الشوت الأول مروان عطية إمام عشور ناحية الشمال وسط المجموعة اللي بتكون ناحية الشمال من فتوح ومرموش وحمد فتح هنا ناحية الإيمين الطريقة دي ما اشتغلش مع منتخب مصر تعال نشوف في الشوت التاني لما الطريقة اتغيرت ونزلت ريزي جي مع مرموش مع عزيزو وإمام ومروان بقى هما الاتنين على الدايلة ده كان أفضل شكل وتهديد لمنتخب مصر تعال بقى نشوف إمام نفسه على مستوى النشاط المفروض في الشوت الأولي بقى أنشط مثلا لا دي الخريطة الحراريلي في الشوت الأولاني ودي الحريطة الخريطة في الشوت التاني رغم أن ده المفروض اللي اللي اللعبة لا تعبت لا إمامنا بتحطه عداي رح تاخد منه مستوى عكسا ما بتحطه تحت يعني في لمس في زنقة الخط دي مش أفضل شكل إمام تعال نشوف حتى لما ساته إمام في الشوت الأول وانقارنها في الشوت التاني هتلاقي اللمسات نفسها الكرات المستلمة هتلاقي أقل كتير بينه الشوتين يعني الصورة اللي معنا اللي هي اللي بعدها لو هي جاهزة تبقى معنا مش جاهزة ممكن خطر دي دي بص عدد اللمسات يا كريم هنا ودي مزنوء جدا أما بتحط إمام على الخط مش بتاخد منه أفضل نسخة عكس على الدايرة هتاخد منه كل الإمكانات اللي انت عايزها من إمام فأنا أتمنى أن اللقاءات الجاية حتى على مستوى أداء منتخب مصر اللي اتنين على الدايرة ممكن في اللقاء الأول الدنيا ما اشتغلتش في أربعة أربعة أتنين لأن كان إنني وحمدي فاتحي مش مش أفضل تركيبة إنما بتحط إتنين أصحاب مجهود زي مروان زي إمام ورجعنا تاني للشكل بتاع الأربعة حيبقى أفضل كتير لمنتخب مصر ونتمنى أن ده الشكل اللي يبقى موجود لأن أنا ما أقدرش أقعد مرموش ما أقدرش أقعد تريزيجي لازم أستفاد منهم صحيح ولا أقدر وعايز ورقة كبان زي زيزو عايزك تكلمني عن مروانة أعطية في مشاركة أولئة أسيا في هذه البطولة حتى هذه البطولة عندنا مشكلتين في المغاراة الأولانية زار احنا عندنا مشكلتين من قررين العمق مستباح محتاج مصمار تسبب في وسط الملعب عندك مشكلة أي هجمة بتطرق عليك من العمق تاني الناس تقولي نهاردة كان في عجمات علينا كتير وكان في خطورة متفق جدا لكن كان المشكلة دائما عندنا فين في العمق في وجود محمد إنني في مركز ستة النهاردة أنا دا من محتاج حاجتين لما يطلع يضغط علي احنا الحالات أنا جايب حالتين اتنين بس الحالات دي اقرار في النهاردة عشر مرات ما بين الاستلم تحت ضغط أو حتى أنا بعمل او القطع فأماكن مهمة جدا عشو متعملتش عليها الكاونتر بص هنا دي قمت يا كريم في السانية تمنتاشر في رقيق فرد بص الرقابة ارجع معلش فيريمل قبله على طول هنا الراجل طالع على حالس المرمى واحد ضغط هناك ناحية اليمين على حجازي الشمال هنا حتى مضغوط عليه كل اللعبة مضغوط عليها بما فيهم مروان الراجل هيستلم تحت ضغط شديد جدا ويسلم الفريمل بعده وهيسلم تمريرة صحيحة ناحية اليمين تحت ضغط تتعامل بدل مرة خمسة وكل مرة كان بيطلع منها تحت الضغط روح لي الحالة الحالة اللي بعدينها على طول عشان الوقت الحالة اللي بعدينها بص هناك كريم الكرة دي كنت معقولة كاونتر أتاك علينا وهنا العين بقى اني انا اخد الكرة بدل ما بتعمل عليها كاونترز بص المساحة اللي غرا دي لو هو هنا ما كانش عنده نظرة الاستباقية اني انا احط قطع قبل الراجل عشان ما تتعملتش عليها كاونترز لاني انا غراها بص المساحة لفص الملعب قد ايه لو ما قطعتش هنا بدل ما كانت قطع علينا بكاونترز هنا دور العيب مركز ستة عشان كينا مصمار اتواجد في وسط الملعب على فيتوريا تثبيته علشان ما نرجعش بدل ما احنا بنحاول نصلح الجابعة الشمال اللي معناش وقت نتكلم على دلوقتي الجابعة الشمال اللي حطينا فتوح مش نفعة حطينا حمدي مش نفعة ومش بسبب اللي اتنين بالمناسبة هي بسبب شكل خططي ما لكن قدرت ان انت تغير ده عليكت نقطة عليكت العمق لسه عندك الباك الشمال طالما عليكت العمق بمروان سبت مروان ما تغيروش من وسط الملعب لانه قادر يعمل لك لتين يخرج لك بالكورة فتبني صح ويقدر يعمل لك عملية العطاة بشكل جيد جيم بشكرك شكرا شكرا جزيلا شرفتوا نهارت خليفة شرفتوا نهارت انا بشكرك شكرا جزيلا ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 الف مليون مبروك لمنتخبنا التقاهل لي الدور القادم دور 16 في كاس لهم لأفريقيا زي ما قلت عملنا العادي حتى لو بشكل غير عادي المهم العادي حصل كل التفايل ان شاء الله في المباريات اللي جاية ان شاء الله نرجع بكاس البطولة سهول يا رب